وانا مبارح بفتح التليفزيون بتفرج على شرم الشيخ افتكرت زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي المكوكية لما كان بيمثل الاتحاد الافريقي وسافر لطوكيو والروسيا والاوروبا وسوق لكل الفرص السيصدرية للقرسة مرأة في الحقيقة الجهود المصرية الافريقية طويلة وممتدة من زمن الزمن شفنا مبارح الرئيس الرئيس الدولة المصرية سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي افتتح الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الافريقي اللي بتستضيفها حاليا مدينة شرم الشيخ تحت شعار تعبئة تمويل القطاع الخاص من اجل المناخ والنمو الأخضر في افريقيا الافتاح الكبير شهد مشاركة كبيرة من رؤساء الدول والحكومات الافريقية الشقيقة والمؤسسات الاقليمية المختلفة كلمة سيادة الرئيس اتضمنت العديد من الرسائل اللي بتأكد ان مصر مستمرة في دعمها لتحقيق التنمية الاقتصادية لدول القارة الافريقية سواء على المستوى الاقليمي او على المستوى الدولي قراءة وافية عن الحدث المهم خلينا نرحب بالدكتور يوسري الشرقاوي رئيس جماعية رجال الاعمال المصريين من الافرقة منوارنا ومشرفنا في استوديو منوارنا يا دكتور اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا بك دكتور يوسري وبالتأكيد قرأت شعار الاجتماع تعبئة وتمويل القطاع الخاص من اجل المناخ والنمو الأخضر في افريقيا هل هو هدف اخضر هل هو هدف ليه علاقة بالكب وليه علاقة بالطقة النظيفة ولا هو هدف بيجمع رؤساء البنوك الافرق في شرم الشيخ من اجل اهداف ايضا ليه علاقة يعني بالسياسات النقدية والمصرفية في البداية عايزة اسمن جهود الدولة المصرية في التعامل مع الملف الافريقي فشهدت مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي التسع سنوات في العلاقات المصرية الافريقية غير مسبوقة وكما بدأت في مقدمتك ان مصر اجرت عندما ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة مصر للاتحاد الافريقي فبراير 19 حتى فبراير 20 واجرى خلالها وقطع شوطا طويلا في هذا الملف بشكل غير مسبوك وما يحدث امس في شرم الشيخ هو انعكاسا وامتدادا لهذه الحالة ده رقم واحد رقم اثنين والمهم جدا هو مزيدا من الاهتمام والتعاون مع الكينات والمؤسسات الافريقية القبرى وللبنك التنمية الافريقي هو احد اهم مؤسسات التمويل في القرى الافريقية بنك اسسها منذ عام 64 تشترك فيه كل دول القرى الافريقية وبالتالي لدينا في هذه النسخة التالتة وهذا العلوان وهذا الموضوع جمع بين محاور عديدة وبين تحقيق اهداف عدة دعني اتوقف عند هذه المحاور وهذه الاهداف هنا نتحدث عن استكمال مبادئته مصر ايضا عندما دعت العالم في نوفمبر 22 باسم القرى الافريقية لاستضافة قمة التغلط المناخية قمة الاطراف جوب 27 واجرت مصر في هذه القمة العديد من الاتفاقيات والعديد من الفعليات والعديد من الاطراحات لتضع العالم امام مسؤولياته وتحدياته فيما يتعلق بالتغلط المناخية وهنا نتحدث عن ماذا هذه الاهمية وكيف تأتي هذه الاجتماعات وهذه النسخة التالتة التي تخزيف فشل المشيخ باهداف هامة جدا في الحقيقة الحوار عن احتياجات دول القرى الى حزب تمويلية وهذه الحزب التمويلية يعني تخيل معي ويتخيل سيدة المشاهدين انك في حاجة الى 400 مليار دولار تقريبا سنويا الى تحديات تمويلية في القرى منهم 200 مليار يتعلقوا بالتحقيق اهداف التنمية المستدامة الاممية منهم 108 مليار يتعلقوا بتحقيق بنية تحتية في القرى سنويا منهم حوالي 144 مليار دولار فقط لمواجهة اثار وتحديات جئاحة كورونا هنا نتحدث عن كيفية التعاون بين البنوك المركزية الافريقية والبنوك المركزي المصري احد هذه البنوك وهو منظم لهذه النسخة ومستضيف لهذه النسخة يعني والمنفذ استضافة نصر لهذه النسخة فهنا تحديات كثيرة جدا نتحدث عنها وكيف يمكن ان يكون هناك كما تحدث دوما السيد الرئيس السيد الرئيس تحدث في كل مؤتمرات القرى الافريقية مؤتمرات استثمار القرى الافريقية عن آلية وصياغة جديدة مع مؤسسات التمويل والاقتمان الأفريقية والدولية في التمويلات طويلة الأجل وكيف يكون هناك التمويل لمشارعات البنية التحتية بفروض وقروض وفوائد ميسرة ولها خصوصية خاصة لأن مشاريع البنية التحتية لها دورة صمالية خاصة ونحتاج الوقوف جنب القرى الأفريقية إذا كنا فاعلين في معدل التنمية الشاملة حتى تستطيع أن تنعكس على شعوب القرى الأفريقية ولا تكبل حكومات هذه القرى بالعديد من الديون التي تغرقها في حالة وتكون سبب رئيسي في حالات عدم الاستقرار السياسي التي تتحكى في الاستثمار البيني والاستثمار الدولي والاقتصاد الدولي هنا نتحدث عن أهمية التفاعل والحوار مع الرؤساء الأفريقية مع رؤساء مؤسسات التمويل مع البنوك المركزية ودعني نتحدث عن التغيط المناخية وهذا الحدث الهام لهذه النسخة ويتعلق بشق آخر والمحوال الثاني والتغيط المناخية والمحوال الثالث في حواري هو القطاع الخاص ودوره لو تحدثنا عن التغيط المناخية هنتكلم على فطورة تكلف قارة أفريقيا حتى عام 2030 3 تريليون دولار يمكن 3 تريليون دولار التي تم استثمارها في العالم كله أقل من 2% تم استثمارهم في أفريقيا وعلشان كده يمكن المحاور المختلفة التي كانت موجودة في كلمة السيد الرئيس إمبارح خاصة في الاستثمار في القطاع الخاص في مختلف الدول الأفريقية أعتقد الوضع محتاج نظرة قوية لمزيد من الاستثمار في أفريقيا طبعا بشكورك على الطرح نحن نتحدث عن التغييرات المناخية ربما تؤثر في حاجتين مهمين جدا داخل دول القارة وخلينا أقول هنا أن التغييرات المناخية قد تحدث تصحر يكلف في القارة 70 مليار دولار سنويا وقد تؤثر على 34% من الناتج الزراعي في القارة في الحصولات الزراعية والقارة الأفريقية بالطبيعة هي 80% قارة زراعية بالطبيعة لديها مساحة شساعة 60% من مساحة الأرض الصلاحة للزراع في القارة و80% من حلفة أهل القارة الزراع لديها الأنهار فتأثير الزراع في القارة الأفريقية ربما يكون تأثير قوي جدا وسلبي بالإضافة إلى أن القارة الأفريقية لا تؤثر في معدد التغييرات المناخية بأكثر من 3% من المعدد العالمي فهنا نتحدث عن كافية إيجاد آلية لتوفير 3 تريليون دولار حتى عام 2030 حتى تستطيع القارة مواجهة هذه التغييرات وأصار هذه التغييرات المناخية والتكايف المناخية وليس عد التكايف المناخية ولكن فرصة سنحة للقطاع الخاص وهنا الحديث عن مشروعات الهيدورجيز الأكثر والحديث عن مشروعات الطاقة النظيف والحديث عن مشروعات الطاقة البديلة وهنا ربما يحضرني في هذه النسخة تحديدا وتابعت أمس الجلسات وحتى الجلسات الجانبية بخلاف الجلسة الرئيسية الحوار عن طرق وليات جديدة وحوار كيف يمكن أن يكون هناك تمويل مخصص للقطاع الخاص بأحجام مختلفة في مشروعات مختلفة وبالتالي يبدأ البنك وفي استراتيجيته يحاول أن يغطي احتياجات القطاع الخاص أعتقد أن باك التنمية الأفريقي في جميلة بسر العربية تحديده عن صورة قارة بيشهد عملية تريستركشنز كبيرة جدا بعملية إعادة هيكلة كبيرة جدا فيما يتعلق بالتوجه مع القطاع الخاص ربما الحديث كان عبر سنوات طويلة عن مساهمة البنك التنمية الأفريقي وبروك التنمية العالمية ومساهمة الاعتمال العالمية في المشروعات البلاد التحتية فقط وهو تمويل الحكومات لأن يتوجه إلى تمويل القطاع الخاص عبر آلية معينة عن طريق التعامل مع مؤسسات تمويلية أخرى وسيطة حتى يستطيع أن يصل إلى كل أو أكبر شريحة ممكنة من القطاع الخاص المنظم الجاهز الواعد اللي لديه قدرة على المضي قدما في مشروعات داخل القارة واعتقد أن فيه حزم كثيرة من التمويل الميسر للقطاع الخاص سوف تتم عبر هذه النسخة من هذه الاجتماعات وسوف تصل إلى بنوك البركزية للحكومات الأفريقية وسوف تتعامل مع القطاع الخاص بشكل جاهز على التنفيذ يعني بشكل عام كل ما حدث بالأمس هو محاولة لإيجاد نوع من أنواع التمويل لهذه المشروعات اللي اضغطينا لغاية عشرين ثلاثين من أجل أن يكون هناك اقتصاد أخضر في القارة الأفريقية خليني أقول حاجة كمان صحح لي يعني لو أنا غلط لا بالعكس بس خليني أقول حاجة يمكن سيدا المشاهدين دائما بيسمعونا أعزيني أن بستطلوب الموضوع أنا كقطاع خاص هستفيد من اجتماع باكت المال أفريقي حتى استفيد تمويل وخطط مدرجمة من خطر الحقومات أستفيد أيضا أنه أنا مثلا مصري كنت أعتقد 300 مليون دولار لتمويل القطاع الخاص ممكن يبقى 500 مليون دولار للقطاع الخاص فكل شركة عليها 2 مليون دولار 3 مليون دولار شركات القطاع الخاص الجهزة الوحدة أنها تشتغل وبالتالي مساحة المعروض من قروض مؤسسلة للقطاع الخاص ستنشأ العديد من المشروعات في الطاقة والمشروعات التكايف المناخي وبالتالي فتح فرص عمل وبالتالي تقنيل البطالة وبالتالي معدلات نموه عندنا كوادر لها يا فندم عندنا كوادر لها يدروجين الأقدر أنا عرف أن مصر تأخذ خطوات ولكن أنا عرف أن الموضوع مستقبلي وأن الموضوع عندنا كوادر تفتح الشركات دي بحجم التمويل ده مش في مصر بس أتكلم أفريقيا أفريقيا فنخلينا نتكلم شوية برضو عن القرى دايما أنا منتعز فرصة وجودي كرئيس جماعة الجال عمال مصير الفرق ومقطع يمكن يوميا على ما يحدث في القرى بلتالي فرصة وجودي الإعلامي دايما عشان أحدث معكم صورة زهنية للمشاهد الكريم عبر القرى الأفريقية هناك دول أقل من 20 دولة من 53 أو 54 دولة في أفريقيا باتت جاهزة تماما لديهم كوادر نحن عندنا الأسبوع الجاي موجود معنا هنا في مصر رواندا وموجودة بشركات كتير جدا وجاية قبل مصر بهيئة التنمية الرواندية نحن نتكلم على بعض الدول الموجودة في القرى الأفريقية لديها كوادر بشارية الآن المغرب عملت لسه عربية بالهدروزة عملة طفرة في مجال إنتاج السيارات وإنتاج الصناعي نتكلم على رواندا نتكلم على كينيا نتكلم على غانا نتكلم على زنبيا نتكلم على جنوب أفريقيا ونحن نتكلم على نيجيريا وجنوب أفريقيا ومصر بيتنفسوا على نتج المحل الإجمالي لقرر رقم واحد واثنين وثلاثة نتكلم على في دول بدأت تتحرك تحرير جدي جدا نحو سباق التنمية العالمية وسباق التنفسية العالمية أفريقيا جاهزة فيها 20 دولة تقريبا شبهة بدأت تدخل لو تلا تتابع على التقرير عام 2018 و2019 أعلى 6 دول في نتج المحل الإجمالي العالمي من التوب 10 من أول عشرة من القرر الأفريقية والآن أعلى معدل عائدة الاستثمار في العالم داخل القرر الأفريقية فيه شغل في التعدين فيه شغل في الزراعة فيه سلة متنوعة في القرر الأفريقية وأعتقد أن اللي بيجرى في الشمال سواء بين روسيا وأوكرانيا ومن تحديات العالم ومتعدل الأكتاب بين عكس تماما على اهتمامهم بالقرر الأفريقية يعني أنا أديك مثال بسيط جدا ودي رسالة للقطاع الخاص المصري ورسالة لكل المتابعين العام 22 قمة أفريقيا صين وقمة أفريقيا أمريكا أفريقيا أمريكا في ديسمبر أكبر بحثة دبلوماسية على مستوى رئاسي كانت في تاريخ القرى الأفريقية مع الجالب الأمريكي ديسمبر واشنطن 22 ده معنى إيه؟ معنى أنه فيه 256 مليار دولار حجم تبادل تجاري ما بين الصين وأفريقيا وأمريكا 65 مليار فقط حجم تبادل تجاري ما بين أمريكا وأفريقيا هذا الصراع المهم جدا بيخلينا إحنا عايزين نقدر نوصل الصورة للقطاع الخاص بكل أنواعه نحتاج إلى جسارة القطاع الخاص وقدرة القطاع الخاص أن يخرج عبر الحدود والتعامل مع نظيره في القرى الأفريقية هل لو تم توفير المئة مليار دولار اللي تكلموا عليهم أو اتفاقية باريس اللي تكلمت أن فيه مئة مليار دولار لازم يتم توجهها للاستثمار في المناخ الأخضر أو في التعامل بشكل أفضل في أفريقيا ده حيعيد الثقة للأطراف اللي متقعصة عن أداء واجبها فعلا أو للقطاع الخاص اللي خايف يدخل يستثمر ده حيكتذب مزيد من الاستثمارات ده حيخلي الناس أكثر قدرة على الاقدام في الاستثمار في المناخ الأخضر أو فكرة أصلا التعامل مع الشكل المختلف خلينا أقف عند نقطة التقعص خلينا أقولك أن مؤسسات الاعتمان الدولية والعالمية صندوق نادي الدولي البنك الدولي نادي باريس بنك التممال الأفريقي بنك العمار الأوروبي بنك الأسيا والبنية التحتية غيروا مفاهيم الآن تواجه المتقعصين خلاص يعني الآن في عملية مراجعات وتدقيق ومراجعات قوية ومراجعات دورية للاعتمان أو للقرض في أيضا توجيه جيد لذلك في دراسات جدوى محدثة في تقييم للشركات القطاع القاص بما كان حجمها عشان تقدر تدخل فيه مثل هذه المشروعات في تقييم ربع سنوي في تقييم نصف سنوي يعني خلينا نقول أنه دخول التكنولوجيا ودخول التدقيق وتطوير العلم أصبحت الأمور والتحديات سواء على مستوى الحكومات الدولية أو على مستوى القطاع القاص أو على مستوى المقترضين ما بقتش العملية بسيطة أو سهلة وبالتالي لن يحدث تطوير وأن يحدث عدو في سباكة التنفسية العالمية باستخدام هذه القروض إلا في القطاع الانتاجي أو في المجال المخصل وعبر انتاج بشرعات مهمة جدا وتحقيق كافة الأهداف من هذا القرض أو هذا التمويل يعني سواء كان عائد استثماري أو سواء كان فتح فرص عمل أو تقليل فرص بطالة أو مصابة في ناتج المحلي الإجمالي أو تقليل مبعثات كربونية سواء عائد مباشر أو عائد غير مباشر الأمر اختلف تماما نحن الآن نتحدث عن أليات جديدة وهوية جديدة لاتصاد العالمي ومعايير جديدة لاتصاد العالمي والأمور أصبحت مختلفة تماما وبالتالي أنا بنتهز فرصة وجودي على سؤالك المهم جدا أنه العالم بقى فيه مرونة للهوية الاتصادية مبقاش فيه سوابت للهوية الاتصادية الآن حتى معايير ونسب الأرباح اختلفت يعني لا يمكن أن يفكر القطاع الخاص في أي مكان أنه هيكسب 200% و50% و40% الآن أصبحت الميلة 10% و15% وأصبح هناك تكاليف وأصبح هناك موضوعات مختلفة التكنولوجيا فتحت العالم بشكل جيد العلم الحديث اشتغل بشكل جيد هناك أمور كتير جدا مختلفة يعني لن يكون هناك تواجد المتقعسين يعني ليس في مجال التعامل مع التنمولات فقط في كل المجالات العالم لن يقبل في قاموسه الانتياز لكن سيقبل غير المتعديين بحاطة الانتياز والتفاوق لأنه نتحدث عن 8 مليار نتحدث عن مواجهات عديدة جدا في العالم تغيرات مناخية لن نشهدها يعني منقول 34% حجم التأثير للزراعة والحصولات الزراعية ضروري تنعكس على طول في الأمن الجزائي العالمي ومعادة الأمن الجزائي 100 مليون هكتار تراجع في الأرض وبالتالي نحن عمام تحدي غير مسبوك وهنا يعني خليني أربط الدول الإعلامي وهنا أيديولوجية الإعلام في دول العالم لابد أن تساهم هذه الأيديولوجية في ربط هذه الجزر المنعازلة في عقول الآخرين لا يوجد مكانهم متقعسين ولا يوجد مكان لغير القادرين على النهوض ولا يوجد مكان للأوراقهم مش جهزة وللوائحهم الإدارية مش جهزة وللكوادرهم الإدارية مش جهزة للتنفيذ كل هذا لابد أن يكون بربط إعلامي جيد حتى نستطيع أن ننشئ دول قادرة على النهوض ولا عدو في ظل سباق التنفسية العالمية الذي أصبح لا يرحم الآن نحن أمام معادلة جديدة للعالم وشايفين الصراعات بتحصل إزاي؟ كما تعلق بذكر هذه المعادلة والأزمة الرسال الأوكرانية وزي ما بيقولوا كده يعني تغير فكرة القطب الواحد اللي بيهيمن على العالم وما ذكرت من أنك إن فيه استثمارات صينية في القرى الأفريقية تقدر بأضعاف ما قدمته لستثمارات الأمريكية القرى الأفريقية مستعدة الآن لهذا التغير إزاي نقدر نتحرر إزاي من هذا الأمر وإزاي يبقى عندنا فرص أكتر ما يبقاش عندنا باللوقتي عندنا فرص ما عندنا نغوط سياسية أكتر عندنا فرص أن نحن عندنا نوع من أنواع الحلحلة في استثمارات ممكن ناخدها من أكتر من جانب يعني نقدر ننائي زي ما بيقول خلينا نقول لك على حاجة يمكن أنت فتحت معاهم موضوع مهم أنه الآن تتوفر لمصر تحديدا إرادة سياسية قوية ومثالة في المؤسسة الرئاسة ومثالة الأسمية في التواجهة للأفريقية وهذا ربما يعني الحديث عن أفريقيا ليس بجديد من أف سمائة وستين ونحن موجودون ووجود إزاي عبد الناصر في حركات التحرير ووجود مصر بأسماء شركات كبيرة ووجودنا مع الجانب الأفريقي ودول حد النين الحداشر هناك روابط مع القرى الأفريقية لكن الآن الحديث عن الاستدامة أن نتواجد باستدامة وليس بمفترات وعلى العودة نتواجدنا في القرى الأفريقية ثم نعودنا وثم 28 عام لا أسباب سبب أو الآخر كنا بعيدين الآن وما يحدث في 9 سنوات للقاسي والداني للمشروع الصغير والمتوسط والمستثمر الكبير أن هناك التوافق على أن الأفريقيا من القيادة السياسية إيمانا شديد بأنها الظهير وأنها القوى الاقتصادية وأنها القوى القادمة وهذا هو أهم التوجه يهم مجتمع المال والأعمال ويهم أي واحد بيدرس الخروج للقرى الأفريقية ده رقم واحد رقم اثنين علينا كمجتمع المال والأعمال كوادر حكومية أن نجتمع ونشكل سنك تانك أفريقي وده مهم جدا مستوضع فكري للتعامل مع القرى الأفريقية ونتعامل مع القرى وليس مصر وأفريقيا القرى 54 دولة فيها سبعة إقليم وكل إقليم له توجهاته يتنبأ بالمستقبلات ويعمل تقدير موقف بالزبط علينا أيضا أن نحدث الصورة الزهنية الموجودة في أفكارنا عن القرى الأفريقية وشباب القرى الآن اللي عمروا من 20 ل30 يتحدث ثلاث لغات يتحدث أربع لغات وسافر أكثر من دولة في العالم الشباب الأفريقي الآن ليس هو الأفريقية الزهنية في الصورة القديمة قبل 40 عام الأمر الرابع علينا أن نتحلى بفكر وننقله إلى الشارع المصري ونقطاع القصر المصري أن العالم أصبح قرية صغيرة والعمل أصبح غير محدود في منطقة جغرافية فعلينا الخروج ليه؟ هقول سيادتك على فكرة في الاستثمار البيني والاستثمار الأفريقي أيضا أن أفريقيا استقبلت بضاعة من كل أنحاء العالم غير نفطية ب 644 مليار دولار عام 2022 إحنا صدرنا منهم 5 مليار يعني ما جبناش واحد في المائة وبالتالي ده بيؤكد أن السوق الأفريقي مفتوح لغيرك فعلينا أن نخرج لهذا السوق نستغل هذا ونستغل لهذا السوق الاستغلال الجيد وعلينا أن عندما يعني نحترف التجارة الدولية والاستثمار الدولي سنعود إلى مصر معنا أيضا محترفين في الاستثمار والتجارة الدولية عندما احترف لعبنا العظيم محمد صلاح في لندن خرج بعده 18 محترف إذن لدينا أن تعاني في حد دايما كده بيفتح طاقة الأدري لجيل كامل بعد لا بد أن يكون لدينا استراتيجية في الطاعات الأفريقي بشكل مختلف هذه الاستراتيجية تنسمها وتحدد رؤيتها للحكومة وتكتب رسالتها وعلى أصحاب الأهداف والمنافزون ومن قاعدة العيدة من القطاع الخاص علينا أن نكتفي بهذا القدر من العلاقات التي لم تقن على الرحب والساعة في الدخول لعمل القرى الأفريقية المرحبة تماما بمصر والمرحبة بكل المصريين وعلى فاكرة كل أفريقي يتمنى أن يتعاون مع الجانب المصري وهو شماله وهو قلته وهو حضرته وهو تاريخه صحيح متفق معك جدا وإنك نظيف برضو عن نقطة أخيرة في ختام دي الفقرة أننا أيضا بحاجة إلى العمل بشكل جدي على تطوير التصنيع الزراعي الزراعي بما تمتلكه أزمات غذائية ربما قد تظهر في إطار الأزمات المناخية القادمة جزيلا شكر دكتور يوسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفرق على فتحه لهذه النقاط وإثراءه الحوار بهذه المحاور المختلفة نتمنى كل الخير لقررتنا ونتمنى أن اجتماعات البنك التنمية الأفريقي تثمر عن أشياء تفتح فرص عمل لشباب كثير في القراء شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر